أعلنت الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم سيبلغ ثمانية مليارات نسمة في الخامس عشر من تشرين الثانية المقبل وتوقعت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أيضا أن تحل الهند محل الصين وتصبحت دولة أكثر تعدادا للسكان عام 2023 وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش في بيان أنه في حين يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة فأن ذلك هو تذكير بمسؤولياتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا واللحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية فأن عدد سكان العالم ينمو حاليا بأبطأ وطيرة له منذ العام 1950 وقد يصل إلى نحو ثمانية مليارات ونصف المليار نسمة عام 2030 وتسعة مليارات وسبعمائة مليون عام 2050 مع توقع أن يبلغ ذروته مع نحو عشرة مليارات واربعمائة مليون نسمة في ألفين وثمانين على أن يبقى بهذا المستوى حتى ألفين ومئة ترجمة نانسي قنقر